اشتركوا في القناة ولن يعرفها مستقبلا لغير هذه الفصائل التي طرأت علينا وعلى بلادنا وعلى حضارتنا وثقافتنا وتجاوزت كل الحدود التي وضعتها الأديان والأخلاق والأعراف الإنسانية لتفرق بها بين الوحش المفترس وبين الإنسان العاقل المفكر وثالثة الأثافي أيها الإخوة الأفاضل أن هذه الجرائم البربرية النقراء ما لبثت أن تدثرت بدثار هذا الدين الحنيف وأطلقت على الأوكار التي تدبر فيها أمر جرائمها إسم الدولة الإسلامية أو دولة الخلافة الإسلامية أو غير ذلك من الأسماء والعناوين في محاولة لتصدير صورة إسلامهم الجديد المغشوش بحسبانه دينا جاء للناس بالذبحة وقطع رأس كل من يخالفه أو تهجيره من ذياره وهذه الصورة الكريمة الظالمة لديننا الحنيف طالما كانت أملا تمناه أعداء الإسلام وانتظروه بل طالما دندنوا حوله ونسجوا من أجله أفانين من الأباطير والمفتريات والأكاذيب وأغلب الظن أن هؤلاء الأعداء سوف يواجهوننا اليوم بهذه الصورة الشوهاء ويبهتوننا بها عبر الشاشات الفضائية ليتم لهم ما يريدونه من تحذير شعوب العالم من هذا الدين الدموي المتوحش والباحث في أسباب ظهور هذه التنظيمات المسلحة وتمددها السريع في الدول العربية والإسلامية تطالعه تفسيرات شتى منها الدين ومنها الاقتصاد ومنها الحضار ومنها السياسي ومنها غير ذلك مما سوف يتسع له البحث في مؤتمركم هذا لكني أود الإشارة إلى سبب آخر يستحق أن نتأمله قليلا وهو السبب الذي يرى أن ما نعانيه اليوم إن هو إلا مؤامرة من مؤامرات الأعداء على الشرق العربي لصالح دولة إسرائيل ومصالحها وبقائها الدولة الأقوى والأغنى في المنطقة ونحن من جانبنا لا نستبعد ذلك لأن دولة العراق قد غزيت عام 2003 تحت أسباب ملفقة وعلل وأكاذيب فضحتها الصحافة الدولية واعترفت بتلفيقها كبريات النظم السياسية العالمية وكان أول ما حاكه الغزاة في العراق من خيوط المؤامرة أن قاموا بتسريح الجيش العراقي الذي كان من أقوى الجيوش العربية في ذلكم الوقت وكذلك تسريح ضباطه وجنوده وترك أسلحته نهبا لفصائل وميليشيات يعلم الغزاة جيدا أنها ميليشيات متناحرة مذهبا وعقيدة وولاء فماذا كانت النتيجة بعد إحدى عشرة سنة من اجتياح العراق لقد دخل العراق في دوامة الاقتتال وظل يسبح في بحور من دماء لم ير لها شطآنا ولو من بعيد حتى يوم الناس هذا والشيء نفسه يقال على سوريا وعلى اليمن وعلى ليبيا حيث تلعب المؤامرة على التوتر المزهبي والعرقي والضائفي مع إمداد المتوترين بالسلاح لتندلع الحرائق ويحصد الموت أرواح الآلاف من شباب هذه الأمة والله وحده الذي يعلم متى تصمت آلة الحرب في هذه الدول المنكوبة ومتى يقدر لهذه البلاد أن يكون قرارها من رأسها لا بضغوط أو تدخلات إقليمية أو دولية اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر